بيبدأ الفيلم بالحارس بتاع السجن وهو رايح لغرفة السجين ديفيد علشان هيخرج النهاردة من السجن وبيقرب من الباب وهو خايف وبيطلب منه يخرج ايده من الباب وبعد ما بيحط في ايده الكلب شاد بياخده معاه علشان يقابل رئيس السجن وبيتكلم مع رئيس السجن عن المشاكل اللي حصلت معاه في السجن ورغم انه كان اول مرة يدخل السجن لكن قدر يوقف لوحده قدام كل المساجين وبقى مسيطر ومحدش كان بيقدر يوقف قدامه لكن اللي بيحصل في السجن انتهى خلاص بمجرد خروهه ونصح ويشوف حياته من غير عنف ويبعد عن فكرة الانتأم لموت اخوه ويداله كارت بتاع جمعية خيرية بتساعد الناس اللي بتمر بمشاكل نفسية وقال له يطلبهم اول ما يحصل معاه اي مشكلة وهم ما يساعدوه واول ما بيخرج من السجن بيرمي الكارت على الارض وبعدها بيجري بسرعة من المكان لحد ما بيوصل لقرب مكان لصيانة السيارات وبيلاقي هناك عربية حديثة وبيلاقي فيها مسدس وصورة واحد من الناس اللي كانت السبب في موت اخوه وبيحط بعدها الصورة بتاعته اللي تصورها مع اخوه قدامه وبيتحرك بالعربية باقصى سرعة طول الطريق ولما بيدخل المدينة بينزل من العربية وبيمشي في وسط الطريق بتاع العربيات وكأنه مش فارق معاه الموت وبيدخل المبنى اللي قدامه وبيمشي من وسط الموظفين لحد ما بيلاقي قدامه الشخص اللي كان في الصورة وساعتها بيتصدم الشخص ده وأول ما بيقف قدامه بيدرابوا ديفيد رصاصة في راسه وبيموت في ساعتها وبيتصدم الناس كلها من اللي عملوا وبيخافوا منه جدا وبيلاحظ ديفيد ان كان فيه كاميرا في المكان وبيمشي بسرعة قبل ما الشرطة تظهر وبييجي بعدها رجال الشرطة فعلا وبيحققوا في الموضوع وفي الوقت ده بيروح ديفيد عنده واحد من معارفه قدر يعرف مكان كل الناس اللي كانت السبب في موت اخوه وهنا بنعرف ان الشخص ده هو اللي كان ساب العربية لديفيد في مكان قريب من السجن علشان يقدر يتحرك بيها بعد ما يخرج وبيديله ديفيد الفلوس اللي اتفقوا عليها علشان ياخد منه الورق اللي موجود فيه كل حاجة عن الناس دي لكن ساعتها صديقه قاله ان السعر ارتفع وهيحتاج منه فلوس اكتر من اللي اتفقوا عليها مقابل الورق وهنا اتضايق ديفيد جدا وفاهمه ان بسبب كلامه السعر هيبقى أقل من اللي اتفقوا عليه وبيقرب عليه ساعتها الحارس بتاع المكان علشان يتحداه ولما بيشوف الوشمل على ايد ديفيد اللي كان بيسجل فيه عدد الناس اللي قتلها في السجن بيخاف منه جدا علشان فيه منه شخص خطير ومش هيقدر يتحداه وبيسيبهم وبيخرج بسرعة من المكان وساعتها بيخاف صديقه هو كمان وبيسلمه الفلوس بتاعته ومعاها الورق اللي هو طلبه وبياخد ديفيد الورق وبيسيبه وبيمشي وبيقعد لوحده في العربية وبيشوف صور وعنوين كل الناس اللي هيقتلها وفي نفس الوقت ده بتكون الشرطة قدرت تشغل الكاميرات وبيتشوف ديفيد في الكاميرا وهو بيقتل الشخص بدم بارد وكأن اللي بينهم موضوع شخصي ولحظت ساعتها الشرطية صارة إن الشخص اللي تقتل اتصدم أول ما شاف ديفيد وده معناه إنه هو كمان كان عارفه كويس وبيكون ساعتها جيمس واللي يعتبر أشهر قاتل مأجور في البلد موجود في بيته وبيتجيله مكلمة من عامل عنده وبيشوف ساعتها صورة ديفيد وبيجهز الأسلحة بتاعته علشان يستعد للمهمة بتاعته ويخلص ديفيد بسرعة قبل ما يقتل أي حد تاني وبيروح ساعتها الظابط كاب للمحققة صارة وبيتفاجئ بها وهي بتقوله إنها قدرت تعرف مين القاتل وعرفته إن القاتل اسمه ديفيد وكان في السجن من أيام وقبل ما يدخل السجن كان بيشتغل مع خوف في سرقة البنوك لكن هو كان مجرد سواء للفريق اللي بيسرق البنك وفي يوم الشرطة كانت بتطريدهم ويدر ديفيد بمهاراته العالية في السواء إنه يهرب منهم بكل سهولة لكن لما وصلوا البيت بتاعه اتفاجئوا بمجموعة مسلحة وهي بتهجم عليهم وكأنهم كانوا عارفين عنهم كل حاجة وكان ساعتها معاهم واحد بيصور كل حاجة بتحصل فيديو ولقوا الفيديو ده في مكان الحادث وبعد ما قتلوا كل أفراد العصابة صوبوا المسدسات على ديفيد واخوه وطلبوا منهم يعترفوا على مكان الفلوس وإلا هيقتلوهم وساعتها حاول أخو ديفيد يستمر معهم في التفاوض لكن رفض يقول لهم أي حاجة علشان ما يخسرش الفلوس لكن بيخاف ديفيد على أخوه وبيقول لهم على مكان الفلوس وأول ما بيعرفوا مكانها بيدبح واحد منهم أخوه والتاني بيدرب ديفيد رصاصة في راسه وبيقعوا الاتنين على أرضه وهم مقتلين لكن المعجزة اللي حصلت إن ديفيد فأ في المستشفى علشان الرصاصة دخلت من راسه وطلعت من بقه من غير ما تصيب الأجهزة الحيوية في راسه وساعتها الدكتور حطله شريحة حديد في راسه علشان يقدر يعيش زي بقية الناس وطبعا بعدها دخل السجن بتهمة السرقة لكن الغريبة إن رغم إصابته إذر يقاتل قدام كل المساجل لوحده وما نضمش لأي جماعة داخل السجن وفي الغالب هو بيحاول دلوقت يقتل كل الناس اللي كانت السبب فموت أخوه ومع الوقت بيوصل ديفيد للشخص التاني وأول ما بيدخل عليه الأوضة بيتصدم الراجل وبيترجاء إنه يسيبه عايش لكن ديفيد كان مصمم على قراره وصوب عليه المسدس وقتله في ساعتها وأول ما خرج من البيت اتفاجئ بجيمس وهو بيصوب عليه المسدس وبتخرج ساعتها طفلة من البيت اللي قدامه لكن بيقدر ديفيد ينقذها وبيضربه الاتنين على بعض نار ورغم إن جيمس كان قاتل محترف لكن ديفيد كان أسرع منه وكان بيقرب عليه وهو مش فارق معاه الموت وبيستنى بعدها اللحظة المناسبة وبيهرب من المكان وبيختفي من قدام جيمس وبتوصل بعدها الشرطة المكان الحادث وبيكتشفوا إن ديفيد هو اللي كان وراءت للراجل لكن المفاجأ إن كان فيه شخص تاني هجم عليه وضربوا الاتنين على بعض بالمسدسات ومن كلام الناس بيظهر إن الشخص التاني ده كان جميل وكأنه زي نجوم السينما واستغرب كاب من كلام سارة وفهم إن الموضوع مع الوقت بيخرج عن السيطرة وإنهم لازم يتصرفوا في أسرع وقت وبيوصل ساعتها ديفيد للحانة اللي بيشتغل فيها الشخص التالت وبيدخل هناك وبيرأي بالمكان على أمل إنه يلاقيه وبيشوفوا ساعتها وهو داخل الحمام وبيدخل وراه الحمام هو كمان وبيتصدم أول ما بيشوف ديفيد وهو واقف قدامه وبيطلب من عامل النصافة يخرج من الحمام وما يقولش لأي حد عن اللي بيحصل وساعتها ديفيد بيقفل الباب وبيمسك السلح في إيده وبيقف قدامه وهو مستعد للقتال وبيمسك الشخص التاني السلح هو كمان وبيهجم عليه بكل قوته لكن ديفيد كان أسرع منه وقدر يصد كل ضرباته وضربوا لكمات قوية بعنف ولما الراجل حاول يهجم عليه تاني مسك إيده وطعنه أكتر من طعنة في جسمه ووقع ساعتها على الأرض وهو بيحتضر واعتذر لديفيد عن اللي عمله وطلع التليفون من جيبه وترجى يتصل بابنه ويعرفه إنه هو خزله ويتمنى أن ابنه يكون أحسن منه في يوم من الأيام وبيسيبه ديفيد وهو غرقان في دمه وبيخرج من المكان وبيتصل بابنه فعلا وبيعرفه إن أبوه مات وتاني يوم بيتكلم كاب مع سارة وبيقول لها إنه هو حاسس إن ديفيد هو اللي قتل الشخص الثالث في الحانة ولإن الشخص ده لسه عايش وموجود في المستشفى بين الحياة والموت فاحتمال كبير إن ديفيد يروح المستشفى علشان يقتله ويتأكد بنفسه إنه هو مات لكن سارة اعترضت على كلامه وفهمته إن كلامه لو كان صح فده معنى إنه هيبقى في خطر لو راح المستشفى لوحده من غير القوات بتاعت الشرطة لكن كاب بيرفض ياخد معاه القوات وبيقفل المكالمة معاها وبيكون ساعتها ديفيد ماشي بالعربية وأول ما بيسمع في الأخبار إن الراجل بين الحياة والموت وموجود في المستشفى بيقرر يروح بسرعة هناك علشان يخلص منه وبيوصل بعدها للمستشفى وبيدخل غرفة العمليات وبيقف قدام الدكاترة والممرضات وبيصوب عليه المسدس وبيضربه أكتر من رصاصة وبيقتله من غير رحمة وبيوصل ساعتها كاب وبيطرده في المستشفى وبيصوب عليه المسدس وبيحاول يقتله لكن ديفيد قدر يتفاد الرصاص وضرب عليه نار هو كمان وبيقف ساعتها كاب ورا الحيطة وأول ما بيطلع منها بيتفاجئ بديفيد وهو واقف قدامه ومصوب عليه المسدس وساعتها بيخاف جدا وبيرمي المسدس من إيده وبينزل على رجبته وبيغمد عينه وهو مستسلم للموت لكن بعدها بيفتح عينه ومش بيلاقي ديفيد قدامه وبيعرف إنه مش عاوز يقتل غير الناس اللي كانت السبب في متخوه وبيتحرك ديفيد بسرعة بالعربية لكن بيتفاجئ بجيمس وهو بيطرده طول الطريق بالعربية وساعتها ديفيد بيتغلب عليه في السواقة وبيقف قدامه بالعربية وبيصوب عليه المسدس وبيضرب رصاصة في كويتش العربية وبيرفض يقتله هو كمان لكن جيمس بيطلع المسدس بسرعة وبيضرب رصاصة في رقابته علشان يقتله لكن الرصاصة بتكون سطحية وبيقدر يهرب بسرعة قبل ما جيمس يضربه مرة تانية وبيروح بعدها لستة عجوزة وبيسألها عن ما كان جوزها وبيتدايق ساعتها لما بتقوله إنه جوزها مات من ثلاث سنين لما هو كان في السجن وبتقوم ساعتها الست وبتخيط له الجرح اللي في رقابته وبتسأله ليه كان بيسأل عن جوزها وعرفها إنه كان جايب نفسه علشان يقتله لإنه هو اللي بلغ عنهم للمجموعة اللي قتلت أخوه لكن الستة اعترضت على كلامه وفهمته إنه مستحيل يعمل كده لإنه كان بيحبهم جدا وهنا بنكتشف إن الستة دي تبقى أمه وإنه جوزها يبقى أبو ديفيد وأخوه ورغم إنهم يعتبر على واحدة لكن ديفيد كان شكك في أبوه لإنهم خذوا رأيه في موضوع السرقة قبل ما يسرقوا البنك لإنه كان خبير في سرقة البنوك لكن أمه أكدت له إن أبوه كان بيحبهم وزعل جدا بعد اللي حصل معاهم وبقى مريض ومات وهو حزين علشان خسر ولاده اللي اتنين في يوم واحد ولما ديفيد اتأكد إن أبوه فعلا ما كانش يلي علاقة باللي حصل معاهم قرر يروح للشخص الأخير في القيمة اللي معاه على أمل إنه يفهم منه مين اللي بلغهم بالسرقة وقال على مكانهم لكن بيقف في الطريق وبيسمع في الإزاع صوت الواعز وهو بيقول كلام عن الانتقام والحقد وبيقول للناس إن الجاري وراء الانتقام مش هيوصلهم لأي حاجة وإن العفو عند المقدرة هو أساس الحياة وقتعرف تعيش حياتك صح لو بعدت عن الانتقام وابتدت تفكر في حياتك وفي كل الناس الغالي عليك وتأثر ديفيد من كلامه جدا لكن فكرة الانتقام كانت مسيطرة عليه وقرر يتحرك بسرعة علشان يوصل للشخص الأخير ويعرف منه كل حاجة وبعدها يقتله وفي الوقت ده بيوصل للزابط كاب لمركز الشرطة وكان كل زميله بيشجعوه وبيهنوه علشان كان موجود وقت الحادثة في المستشفى وكان على بعد لحظات من قتل ديفيد وكانوا كلهم ساعتها فاكرين إن ديفيد هرب بسرعة من المستشفى علشان كان خايف من الزابط كاب لكن محدش كان يعرف إن كاب هو اللي كان خايف منه وإن ديفيد هو اللي أشفق عليه وسابه من غير ما يقتله وساعتها بتتكلم مع سارة وبتهنيه هي كمان علشان تفكيره كان صح وفهمته إنها قدرت توصل لكل الناس اللي كانوا متورطين في القضية بتاعت ديفيد واللي منهم الواعز اللي كان بيسمعوا ديفيد في الإزاعة ومع الوقت بيوصل ديفيد للمكان اللي موجود فيه الواعز وبيدخل القاعة بتاعته وبيشوفه وهو بيتكلم مع الناس عن الكتاب المقدس وإن الدين هو أساس الحياة وكل الحاجات الصحة موجودة في كتب الدين لكن بيتصدم أول ما بيشوف ديفيد وهو واقف قدامه وبيطلب ساعتها من الناس إنها تغني معاه وبيروح علشان يتكلم مع ديفيد وبيعرفه إن هو كان متوقع حضوره لأنه مش قادر يسامح نفسه من ساعة متخوه وبتدخل ساعتها امرات الواعز وبتسأله لو كان بيواجه مشكلة لكن الواعز بيفهمها إن ديفيد صديق قديم ليه وهو هيقعد معاه شوية وطلب منها تسيبه مع صديقه وترجع هي للبيت وهو هيبقى يرجع آخر اليوم ولما بتمشي بيخرج مع ديفيد من الخيمة وبيمشي مع بعض قريب من الشاطئ وبيسأله ديفيد عن الطفل اللي كان مع امراته وساعتها الواعز قاله إن الطفل ده يبقى ابنه بالتبني وفاهمه إنه متبني خمس أطفال من أطفال الشوارع علشان يربيهم أحسن تربية ويعوضهم عن الظروف الصعبة اللي هم مروا بيها وكمان علشان يكفر عن زنوبه اللي عملها زمان وطلب من ديفيد ينسى فكرة الانتقام ويركز في حياته والحاجات الحلوة اللي ممكن يعملها لو بعد عن الانتقام وبقى بيعيش زي الناس الطبيعية وعرفه إنه كان بيعمل حاجات غلط كتير لكن عمره ما قاتل حد ولما راح مع أصدقائه علشان يسرقوا ديفيد وأخوه ما كانش يعرف إنهم هيقتلوهم وعلشان كده نهار من الموقف أول ما واحد منهم دبح أخوه وقتل قدامهم ومن ساعتها هو بيشوف كوابيس ولما خد حسته من الفلوس اللي سرقوها منهم صرفها على شرب الخمر لحد ما دخل السجن ثلاث سنين وساعتها اتغيرت حياته وعرف طريق الدين وخرج من السجن شخص صالح عاوز يعمل أي حاجة علشان يكفر عن زنوبه ورغم كلامه الكتير اللي بيزر فيه إنه تغير فعلا وما بقاش وحش زي الأول لكن ديفيد كان مصمم على قراره ومش قادر يقبل فكرة إنه يسمحه بعد ما قتله أخوه قدام عينه وعرفه إنه ربنا ممكن يسمحه لكن هو عمره ما هيسمحه ومسك المسدس بتاعه علشان يقتله لكن الوعز حاول يتكلم معه تاني واترك جاي يفتح قلبه للإيمان ويسمحه على أفعاله القديمة حتى لو كان هيقتله علشان يقدر يقابل ربنا بقلبي صافي من غير خوف لكن برضو ديفيد رفض يسمحه وبينزل ساعتها الوعز على رجبته وبيغمد عينه وبيتكلم عن الدين وبيطلب من ربنا يسامح ديفيد على اللي هو بيعمله وقال لديفيد إنه مسامحه حتى لو كان هو اللي هيقتله بنفسه وساعتها تأثر ديفيد بكلامه وقرر يسمحه على متخوه بعد ما تأكد إنه فعلا ندمان وضرب رصاصة من المسدس جنب راسه وقع ساعتها الوعز على الأرض وكان فاكر إنه تصاب بالرصاصة لكن بيتفاجئ إنه مش متصاب وبيتكلم مع ديفيد وبيطلب منه يرجع لعيلته ويكمل حياته في طريق الخير ويبعد عن الشر للأبد وبيسيبه وبيمشي وبيدخل بعدها الخيمة مرة تانية وبيمسك الصورة بتاعته مع أخوه وبيفكر في كل حاجة حصلت معاه من ساعة موضوع السرقة لكن بيجي ساعتها جيمس وبيصوب عليه المسدس وبيسأله ليه رفض يقتل الوعز رغم إنه كان مع الناس اللي قتلت أخوه وعرفه ديفيد إن الوعز تغير فعلا وندبان على اللي عمله وعلشان كده مش هيقدر يقتله وبيوصل ساعتها كاب للخيمة هو كمان وبيتكلم مع سارة على التليفون وبيعرفها إنه موجود عند ديفيد في الخيمة بتاعت الوعز وهيدخل دلوقتي علشان يخلصوا منه وتنتهى القضية للأبد وكان جيمس بيتكلم مع ديفيد وبيطلب منه يمسك المسدس بتاعه ويتحدوا بعض في قتال بالرصاص علشان يقدروا يعرفوا مين فيهم الأقوى لكن ديفيد رفض وفهمه إنه هو معدوش مشكلة معاه وعلشان كده مش هيقتله ويضايق جيمس جدا من كلامه وافتكر إن ديفيد بيستهزق به وعرفه إنه هو قتل مأجور وأكيد الشخص اللي طلب منه يخلص من ديفيد لإعلاقة بالقضية بتاعته ومش بعيد يكون هو القائد بتاعهم واستغرب ديفيد من كلامه وتفاجأوا الاتنين بالزابط كاب وهو مصوب عليهم المسدس وبيطلب من جيمس يرمي المسدس وبيضطر جيمس يسمع كلامه وبيتفاجئ بيه وهو بيدرب ديفيد رصاصة في راسه وبيقتله في ساعتها وبيتدايق منه ساعتها جدا وبيعرفوا إن كاب هو العميل اللي طلب منه يقتل ديفيد لإنه هو كمان متورط معهم في القضية وكان فاكر إن ديفيد عاوز يقتله هو كمان لكن اللي هو ما كانش يعرفه إن الوراء اللي كان مع ديفيد ما كانش فيه غير الناس اللي قتلها وانه ما كانش يعرف ان كاب متورط في القضية وبيخرجوا الاتنين من الخيمة وبيتكلم كاب في التليفون مع امراته وبيقول لها ان القضية انتهت وقدر يخلص من الشخص اللي كان عاوز يقتله لكن بيتفاجئ بديفيد وهو بيدرابه رصاصة في راسه وبيفاهمه انه لسه عايش علشان الرصاصة اللي ضربها عليه جات في الشريحة المعدنية اللي كانت في راسه وبيضربه اكتر من رصاصة في جسمه وبيمشي بعدها من المكان وبيعود مع نفسه وهو مرتاح علشان قدر ينتئم لاخوه وبيقرر يعيش حياته في سلام ويبعد عن المشاكل والشر للابد وانتهى فيلمنا ويارب يكون عجبكم واللي حبيبي يتابعنا ويشوف باية الافلام يشترك ويفعل الجرس